أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابس عبر كل الوطن إذاعة صوت النجاح تقدم لكم برنامج هوانا رمضان يعده ويقدمه لكم دكتور محمد إفشارات اخرج عن المعتاد يوما ربما تجد النجاح مع الجديد المبتكر جدد أساليب الحياة وعش بما يثري حياتك كلها أعيد النظر بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي اليوم في برنامجكم المتميز الرمضاني هوانا رمضان إن كان للناس هوا فنحن هوانا رمضان ومعه نحيا ونسعد حديث معكم في هذه الرسالة حفز نفسك في رمضان يا باحثا عن سر ما ترقى به الأمم ومفتشا عما به يتحقق الحلم السر في عزماتنا نحن الشباب ولا تقبل عزائم عندما تعلو بها الهمم نحن المشاعل في الطريق المجد تسقينا أنوارنا نحن النجوم لوامع والليل يعرفنا والكون يعجب من تألوقنا ويبتسم في الروح إصرار وفي أعماقنا أمل لا يعتري خطواتنا يأس ولا سأم وإذا الحياة مصاعب سنخوضها جلدا وإذا الجبال طريقها فطموحنا القمم نعم رمضان فيه تحفيز للذات لقد بات من المعلوم أيها المستمع أيها الصائم الكريم بالضرورة أن من غيات شهر رمضان المبارك وأسراره تعويض النفس على التغيير وبرمجة العقل على تنويع وتحديث الأنماط التي اعتاد عليها الناس فخير عادة أن لا يكون للمرء عادة ونلحظون أن العادة إن خلت عن احتساب الأجر كانت عادة وتقليدا وعرفا ولم تدخل في العبادة إن شهر رمضان المبارك يمتلك أعمدة رئيسية ومقومات عتيدة تؤهل المسلمة الصائمة فيها للتغيير في شتى جواني الحياة البشرية بل يدعوه إلى مزيد من العمل والبناء والحركة والنماء وسمو الأخلاق وارتقاء النفسي إلى سماء العلياء وهناك مقومات يمتلكها شهر رمضان وعوامل التحفيز على التغيير من مقومات هذا الشهر أن في ثنايا هذا الشهر المبارك حالة رهيبة تعد أقوى مقوم وهي دمج النفس المؤمنة بالاتصال بالخالق جل في علا فنفس تحثه على التغيير في كثير من جوانب الحياة سواء ذلك في الصيام وإمساك على الطعام ومأكل ومشرب في الحديث في النطق في تهديب الأخلاق في رمضان فرمضان بالذات يعودنا ويهيئنا على كبح النفس الشريرة وعلى الانتصار على ذلك الشيطان بل يجعلنا نكون في لهفة وفرحة للابتعاد عن التكاسل بل نترقب الشهر من عام إلى عام أيضا في شهر رمضان يتربى وتتربى الأنفس تعتاد على التغيير في مرادها وأهوائها وبذلك يتملك مقوم هام وهو مقوم التربية والإرادة فكم من نفس أقلعت عن الكلام السيئ بعد أن تربت وتعودت في هذا الشهر على هجران قبيح القول وكم من نفس أقلعت عن تعاطي الدخان وما شابهه من المحرمات بعد أن عزمت على تركه وهجره كاملا في شهر رمضان وكم من شخص عاد محافظا على الصلاة في المسجد جماعة مع المصلين وكل ذلك كان في مدرسة الثلاثين يوما المدرسة الرمضانية نعم شهر رمضان فيه مقوم رئيس وأساس ليقع في غيره من الشهور وهو تصفيض الشياطين في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت جهنم وسلسلت الشياطين وعليه فحينما يدخل شهر رمضان وتتصفض الشياطين فيه ولهذا نجد غالب أخلاق الناس فيها متغير للجانب الدين والأخلاق والقيم والأفضل فهذا المقوم لا جرى منه سيشجعه على الانتصار على أهواء نفسه ورغبات الروح السيئة بل سيجعله يثور على كل وسواس سيئة أيضا من مقومة هذا الشهر المبارك الصبر حيث يجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة صبر على طاعة الله حيث صيام شهر رمضان مبارك وصبر عن معصية الله بالصيام عن المحارب والمعاصي كذلك وصبر على أقدار الله حيث فرض الله تعالى صوم هذا الشهر كاملا خصوصا أنه سيأتي في وقت شديد الحرارة لم يأتي قبله على الدول العربية أيضا من قبل ربع قرن كما أتى في هذا الشهر من شدة الحرارة وسخونة الجو ولهذا فسر بعض العلماء الصبر بالمقصود بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة بأنه الصوم وقد قال ابن رجب فإن الصيام من الصبر وقد قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أيضا من مقوم هام جدا هو الإخلاص للإخلاص في الصيام مجال عظيم ورحب فيكفي الصائم لله تعالى شرفا أن هذا العمل من الأسر التي بينه وبين ربه لا يطلع عليه أحد سواه ولا يخشى ويرهب ويرغب إلا الله فمن الذي نعلم عنه حينما ينصوم أنه صائم حقا فلبر بما أكل وشرب في مكان لا يراه فيه أحد إلا الله ولأجل ذلك كان الصوم سرا بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى إذن كما جاء في الحديث صحيح كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وذلك لأن الصوم لا يطلع عليه إلا الله بخلاف الصلاة والزكاة والحج إن في شهر رمضان عبادات عظيمة كالصوم والتراويح وغيره كل ذلك يدعو الصائم إلى مقوم مهم للغاية ألا وهو تقوى الله ومراقبة النفس فلا يأكل الصائم ولا يشرب ولو كان فيه خلوة فيحقق الصائم تقوى الله تعالى بسبب صومه فهو عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بتركه محبوباته وقمع شهواته فتنضبط نفسه بالمراقبة وتقوى الله عز وجل سرا وعلانيا وإن من علامة تقوى الصائمين لربهم أنهم لو ضربوا على أن يفطروا في شهر رمضان بغير عذن لم يفعلوا لعلهم بكرهية الله لإفطارهم في هذا الشهر أيضا من أهم مقومات هذا الشهر الوحدة والاجتماع الوحدة والاجتماع أن هذا الرمضان فيه نصوم معا ونفطر معا وأيضا فيه عيد كلنا يعني نعيد فيه عيد معا الصوم فيه تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ففيه اجتماع الأمة على الصوم واجتماع الأمة على الخير وفيه وحدة واجتماع إن من مقوم هذا الشهر أيضا هو على سائر الشهور أنه شهر أنزل فيه القرآن وفيه هدى للناس أنه شهر القرآن شهر العبادة أيضا هو شهر الانتصار فنفس المؤمنة تشعر أنها انتصرت على أهوائها ورغباتها حينما تنتهي عن صيام هذه الشهر بكاملهم وتصلي مع المسلمين صلاة التراويح وتتصدق بصدقة الفطر وإن كان عليها زكاة رغبة أن تزكي في هذا الشهر لما فيه من حسنات كثيرة وجور غزيرة وتكون فرحتها كذلك يوم العيد لكي تحتفل به بعد نجاحها في اختبار الثلاثين يوما نعم هناك جوالب تحتاجها إلى أحداث التغيير في شهر رمضان الوصول إلى حالة خلاقة من الازيادة الإيماني والارتقاء النفسي والإصلاح الفكرة والإقلاع الحضاري وتكمن هذه الجوالب المهمة في مجال التغيير والثورة على الواقع البئيس لحيث أنك تثور على كل سلوكياتك السلبية وتنتقل إلى تغيير في كل أفعالك وسلوكك فالجانب الأول هو الجانب التغيير الفكري فالأفكار الخاطئة التي تتبنىها لابد أن تمحوها وأن تنمو بدلا منها أفكارا صحيحة أفكارا صحيحة أفكارا سليمة بالعقيدة الصحيحة بالتعاون بالإصلاح بالمجال الفكري والديني والتربية التأثر بالأفكار الغربية دون تنقيتها هو غزو دون أن تنتبه له على الجانب النفسي أول جانب الثاني هو التغيير النفسي فالنفس والروح حينما تبتعد عن خلقها وتستروح لما فسدت حقيقته وخبث طبعه بمجالس النفسيات المريضة والأرباح الخبيثة كل ذلك يجعلك مداسا لإبليس فيدوس عليك ويغيرك لذلك وجب عليك أن تغير نفسك في رمضان إن صفاء الروح في شهر رمضان يتأكد لقلة المطموعات والمأكلات والبعد عنها أغلب ساعات اليوم بهذا يشعر المرء بنوع من الصفاء الإيماني الذي نعكس على أصحابه بنوع من التدبر والتأمل في كتاب الله تعالى وآيات الكون الشعور بمعاناة الآخرين من الفقراء ومعرفة حقوقهم وعدم نسيانهم من الصدقات وأما من أعرض عن الصوم وبقي على حالته كما هو حال بعض الحمقى للأسف والمعارضين عن عبادة ربهم فلن يشعروا بما نتحدث عنه مطلق كيف تصف روح امرئ نفسه للطعم والها والها ملتهي يعني للأسف الشدة تغيير القلب في القلوب حينما تكون مقفلة ومغلقة عن سماعيات الله ستكون مجخية للأسف ولكن حينما يبدأ يدخل الإيمان والقرآن لهذه القلوب تصبح قلوب صافية رائعة كما جاء بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغط إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب من جوال بإصلاح القلوب تهديبها وإزالتها ما علق بها من حسد وبغض وغيظ وظن وذلك بتهديب هذه القلوب نعم نحتاج لنجعل من رمضان فرصة حقيقية لأن نكون عظماء وأن نحفز أنفسنا على التغيير الإيجابي وعلى تحسين سلوكنا وتطوير أنفسنا وأن نجعل من هذه المدرسة الثلاثين يوماً مدرسة حقيقية للتغيير الإيجابي والوصول للقبول بإذن الله تعالى في الختام نسأل الله العظيم أن يجعلنا جميعاً من عتقائه وأهل جنته أخوكم في الله ومحبكم محمد بشارت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج هوانا رمضان عده وقدمه لكم دكتور محمد بشارت تخرج عن المعتاد يوماً ربما تجد النجاح مع الجديد المبتكر ترجمة نانسي قنقر